تكنو بلانيتا انفرماشيون كليرينيت مرحبا بكم في كوكب التقنية متابعين الاعزاء متابعي قناة تكنو بلانيت على اليوتيوب وكذا مجموعة تكنو بلانيت على كل من الواتساب والفيسبوك اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد والذي سنحاول من خلاله التطرق لبرنامج على نظام الويندوز وضيفته التحويل بين مختلف سياغ الفيديو والاوديو البرنامج يدعى فيديو توفيديو سأتوجه معكم مباشرة الى موقع تحميل البرنامج والذي سأضعه لكم في صندوق وصف الفيديو اذا سأتوجه الى جوجل كروم هذا جوجل كروم اضغط على انتخي اذا الرابط معي الان في الحافظة سأقوم بلسقه في شارة العنوان هذا هو رابط موقع البرنامج الموقع الرسمي للبرنامج اذا سأقوم بالضغط على انتخي اذا الصفحة باللغة الانجليزية مباشرة بعدما تفتح امامي الصفحة بإمكاني ان اقوم بجمع الروابط وذلك بالضغط على انسير اف سبعة ثم اقوم بالضغط على حرف الدي لاتوجه الى داولود داولود اضغط عليها بمفتاح الدخول مباشرة اعود الى اعلى الصفحة بالضغط على كونترول اوريجين ثم اضغط مرة واحدة على حرف الاش او حرف التي بالنسبة للاخوة الذين يستخدمون برنامج الجوز يقول لي اضغط مرة اخرى على حرف الاش لاني اتنقل بالعناوين هنا يقول لي ويعطيني رقم اصدار النسخة مباشرة ما علي الا التوجه بمرة واحدة بالطاب يقول لي here او ici باللغة الفرنسية اضغط عليها بEntre صراحة انا كان بامكاني ان اعطيكم مباشرة رابط تحميل النسخة ولكن فضلت ان اقوم بالدخول معكم الى موقع البرنامج حتى يتمكن كل من استمع الى الشرح لاحقا من تحميل اخر نسخة اذا سأضغط على here ومباشرة جاءتني رسالة التحميل من الانترنت download manager اضغط على alt day هو الان قيدة التحميل على فكرة شرح هذا البرنامج سيكون في جزئين جزء هو هذا الذي انا بصدد تقديمه بين يديكم وجزء ثاني سيقوم بتقديمه الاخ سعيد العقيل لاحقا ان شاء الله اذا الملف شارف على الانتهاء من التحميل هو في الاجزاء الاخيرة اذا مباشرة بعد تحميل الملف ما علي الا التوجه الى تليشارجمان او تحميلات اذا سأتوجه الى تليشارجمان ثم بعد ذلك الى program او baramج بعد ذلك اقوم بالضغط على حرش z اضغط عليه بمشتاح الادخال لتثبيته على الحاسوب يقول لي next اضغط على tab cancel اذا ليس هنا لك سوى next او cancel اضغط انا على next هنا يقول لي he don't know accept this agreement اضغط على السهم الاعلى واجعلها على i accept ثم اضغط بعد ذلك على tab back وارغط بال tab حتى اجد next اضغط عليها بعد ذلك اواصل حتى احرك بال tab حتى next we put our prison هنا يقول لي الملف موجود لانني سبق لي وقمت بتثبيت البرنامج وازلته لأقوم بتثبيته معكم من جديد يقول لي الملف او مجلد البرنامج موجود سلفا على حاسوبك هل تريد استبداله او اختيار مجلد اخر انا ساقوم بالضغط على we انتم لن يعطيكم هذه الرسالة اذا كنتم تقومون بتثبيت البرنامج لأول واهلا بعد ذلك اضغط بال tab حتى اجد next وادغط على المسافة ايضا واصل السحب بال tab الى next هنا يقول لي هل تريد من البرنامج ان يقوم بانشاء اختيار على سطح المكتب اجعلها معلمة حتى يقوم بانشاء الاختيار بعد ذلك اضغط على tab حتى next ثم مسترة المسافة ثم بعد ذلك اضغط بال tab الى install اضغط مسافة هنا قال لي بان البرنامج تم تثبيته على الحاسوب وبإمكانك ان تقوم بتشغيله انطلاقا من سطح المكتب ويقول لي هل ترغب في تشغيل البنامج؟ اضغط على مسترة المسافة اضغط على مسترة المسافة اجعلها ثم اتحرك بال tab الى finish وادغط مسترة المسافة اذا الان بعد تثبيت البرنامج ما علي الا التوجه الى سطح المكتب اضغط على z حتى اجد video to video وبالمناسبة اتوجه بالشكر الجزيل للدكتور احمد عبدالظاهر من دولة مصر الشقيقة لانه هو اول من دلنا على هذا البرنامج صراحة هذا video to video اضغط عليه بمفتاح الادخال مباشرة بالتحرك بالاسهم لا يقول التطبيق شيء انا اتحرك بالاسهم لا يقول الناطق اي شيء اذا قمت بالتحرك بالطاب يقول لي اتحرك مرة اخرى هنا يقول لي بوتون بعد ذلك اذا قمت بالتحرك مرة واحدة بالطاب يقول لي هنا يقول لي هذا هو مجلد الخروج اي هذا هو المجلد الذي يقوم البرنامج بوضع الملفات داخله بعد تحويلها هذه البوطن التي تسبقه هذه البوطن يتقص بالتحرك عليها بامكاني ان اقوم باختيار مجلد اخر يقوم التطبيق او البرنامج بوضع الملفات فيه بعد تحويلها انا سا اتركه افتراضيا في مجلده الذي قام هو بانشائه و ساقوم بالضغط على ALT لتصفح القوائم هذه اجوتي فيديو اذا اردتو ان اقوم باضافة سواء فيديو او او اوديو لتحويله اجوتي دوسيه اذا اردتو ان اقوم باضافة مجموعة من الملفات مجلد اجوتي دوسيه اذا اردتو ان اقوم باستخراج الملفات من قرص دوسيه للأسف انا حاسوب لا يتوفر على قارئ للأقراص لذلك لن نقوم بالاطلاع على هذا الجزء و هنا ساقوم بالضغط على اردتو الخروج من البرنامج اذا قمتو بالدهاب مرة واحدة بالسهم الايمن اجد دماري conversion non disponible لانني لم اقوم بتعيين ملف بعد تحويله ارتدي conversion ايضا non disponible افاسي تو اذا اردتو ان اقوم بمسح الملفات التي قمتو باستيرادها للعمل عليها سوبرمي فيديو ايضا دماري conversion non disponible واعود الى دماري conversion اذا تحركتو مرة اخرى بالسهم الايمن اجد جواندر فشيه فيديو هذه المسائل سيتطرق اليها الاخ سايد العقيل في الجزء الثاني كما قلتو لكم سلفا انا سا اقتصر على طريقة اضافة الملفات للتحويل اذا سادغط على alt اجد اجد فيديو اضغط عليها هنا يقول لي ويعطيني النافذة العادية لاختيار ملف من داخل جهاز الكمبيوتر ساقوم بالرجوع مجتاب مرة واحدة واضغط على زر الباكس بيس الذي يوجد فوق الاندري الزر الذي نمسح من خلاله النصوص حتى اعود الى سطح المكتب ثم بعد ذلك اتوجه الى سوب بيسي بعد ذلك اتوجه الى ديسك لوكال دي بعد ذلك اتوجه الى مجلة تكنو بلانت واختار منه 01.MP4 مثلا اختارها باندري هنا مباشرة قال لي انجلة بروفيل فيديو أي إذا أردتوا التحويل بين سياغ الفيديو هناك الـ AV أسحب بالسهم الأيمن MPGI MPG2 MP4 QuickTime هذه التي يدعمها الآيفون FLV هذه مجموعة من سياغ الفيديو إذا قمتوا بالعودة للخلف من خلال المشتب أجد لـ Zongle أي التبويبات التبويب العمل هو تبويب بروفيل فيديو الذي وضعنا فيه افتراضيا بإمكاني أن أتنقل بين التبويبات إما عن طريق Ctrl Tab أو عن طريق السهم الأيمن Profil Audio سأقوم بالضغط على Tab لأتصفح سياغ الأوديو الممكنة MP3 MP2 هك 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 مجموعة من سياغ الأوديو سنرى التبويب الآخر هذا تبويب خاص بهواتف الأبل سأضغط على الطاب إذا أردت مثلا تحويل هذا الملف إلى سيغة من السيغة التي تدعمها أجهزة الأبل من الآيبود والآيباد والآيفون وغيرها من أجهزة أبل بل الأكثر من ذلك هو يدعم كل آيفون و سيغة بل هنا أكثر من ذلك يعطيني حسب دقة الشاشة أو حسب حجم الشاشة 640 x 480 هذا تبويب على الأكبر وحدي أيضا تبويب على الأكبر أيدان هنا لك تبويب على الأكبر موسيقى 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 اتصفح بالسهم الايمان والايسر وحين انتهي من القائمة انزل بالسهم الاسفل هنا سانزل بالسهم الاسفل نجد قائمة اخرى اتصفح داخلها بالسهم الايمان سالك برنا مجرمي بي أسير سالك برنا مجموعة من السيغ سنرى هل هناك من تبويب آخر إذن هناك تبويب آبويل تبويب صنو تبويب بلاك بيري تبويب اليوتيوب سنرى اليوتيوب هنا إذا أردت تحويله إلى السيغة الرسمية أو الأساسية التي يدعمها اليوتيوب بدقة الفول هدي بدقة 720 480 480 480 إذن نحن ما يهمنا بشكل كبير هو الأوديو والفيديو سأعود إلى تبويب الأوديو أجد بروفيل أوديو أضغط بالطاب مرة واحدة MP3 أضغط عليها بالأنترى ضروري ومؤكد عند اختيار أي سيغة من السيغة أن نقوم بالضغط على أضغط على أنترى لإختيار السيغة أضغط على أنترى ثم بعد ذلك أضغط على أضغط عليها أضغط على أمكد أتحرك بمفتاح التاب أجد هنا هنا ما يعنينا هو بعد أن أتحرك بالسهم الأعلى والأسفل لغة 100 بإمكاني أن أقوم مثلا بوضع مجموعة من الملفات وأبرمج البرنامج على أنه حين يقوم بتحويل الملفات يقوم بإيقاف الحاسوب أنا سأجعلها في لغة 100 حتى ينبهني بأنه قام بإستكمال التحويل هذه يقول لي أفشر un message dans la zone de notification system après conversion أي يعطيني رسالة تفيد بأن التحويل قد اكتمل تقريبا هذا ونحن نضع في الإعدادات سأضغط على OK إذن بعد الضغط على OK أعادني التطبيق إلى واجهة المستخدم الأولى ولا زال يحتفظ بالفيديو الذي قمت بجلبه والذي سيقوم بتحويله إلى أوديو سأضغط على Alt وأتوجه مرة واحدة بالسام الأيمن أجد أضغط على الهاتف سأنتقدر أن يكتمل هنا كما سمعتم أعطاني هذه الرنة دليل على اكتمال التحويل من الفيديو إلى العوديو سنتأكد بالضغط على Alt والتوجه مرة واحدة بالسام الأيمن والنزول مرة واحدة بالسام الأسفل وقال لي أعطاني الهاتف سأتوجه إلى دوسيه دوكيمن ثم أضغط على V Video Output هذا هو الملف الذي قمت بجلبه 01.MP3 سنرى كيف يمكننا أن نقوم بجلب عوض الملف مجلد سأضغط على Alt أولا سأقوم بعمل F-C F-C كي أقوم بإزالة الفيديو الذي قمت بالعمل عليه سلفا أضغط الآن على Alt أقوم بالنزول إلى أجود دوسيه هنا يقول لي شرشي بوتون سأتجاهلها وأضغط على Tab أقوم بالنزول إلى أقوم بالنزول إلى Tab حتى أقوم بالنزول إلى استيراد الملفات منه سأضغط على مفتاح المسافة أضغط على Tab Tab هنا يقول لي Autman Reduit Arborescence سأدخل أنا إلى أو سأتوجه إلى Sub-PC سأفتحوها بالسام الأيمن سأضغط على حرف D حتى أتوجه إلى Disclocal D أفتحوها بالسام الأيمن سأتوجه إلى Technoplanet ومباشرة أضغط ب Tab حتى أجيد ماذا ما الذي قمت بفعله الآن قمت بتعيين Technoplanet كمجلد يستخرج منه البرنامج الملفات التي سيقوم بتحويلها سأواصل السحب الآن ب Tab مما يقول لي سيلكسيوني فشي فيديو إذا أردت البحث داخل مجلد Technoplanet عن ملفات مرئية وأقوم بتحويلها إلى ملفات صوتية مثلا أو أقوم بتحويلها إلى ملفات مرئية ولكن بصيغة أخرى أو إذا إذا قمت بالنزول بالنزول بالسام أسفل يقول لي فشي أوديو أي أبحث داخل مجلد Technoplanet عن الفشي أوديو بفشي البحث البحث على كل الملفات الصوتية داخل التطبيق أضغط عليها كي أعلم عليها ثم أواصل التحرك بمفتاح Tab إلى أن أجد شرش شرش بطن أضغط على إذن التطبيق الآن بصدد البحث عن الملفات الصوتية داخل المجلد الذي قمت بتحديده أتحرك مرة واحدة بالTab أجد مرة أخرى بالTab مرة أخرى بالTab مرة أخرى هنا قال لي list سأنزل بالسام الأسفل إذن قال لي technoplanet logo .mp3 . . إذن قام بتحديد كل الملفات الصوتية فقط الملفات الصوتية داخل مجلد technoplanet إذن سأقوم بالضغط على أوكي أتحرك بالTab إلى أن أجد أوكي وأضغط عليها هنا قام بإخراج تلك الشاشة التي رأيناها أولا حين قمنا بجلب ملف منفارد أنا سأعود مرة واحدة بالمشطب ثم أتحرك إلى Profile Audio بالسهم الأيمن ثم أتحرك مرة واحدة بالTab للاختيار بين سيغة الأوديو بعد ذلك أتحرك بالسهم الأيمن مثلا أختار أك قلت دائما أؤكد على أنه ضروري عند اختيار السيغة من الضغط على مفتاح الإدخال كأننا نقوم بتحديدها ثم بعد ذلك أتنقل إلى أوكي أضغط عليها وأضغط على Alt ل دماغ كون سأنتظر أن تعطيني الرنة سأتا أتحويل جاري يقول لإعادة conversion لا يقول لإعادة conversion non disponible أي أنه لا زال في طور التحويل إذن هو يقوم بالتحويل هنا أخذ وقت أكثر من المرة الأولى لأن هنا مجموعة من الملفات أزيد من 6 أو 7 ملفات وتختلف المدة حسب إمكانية الجهاز من المعالج والداكرة وغير ذلك من إمكانية الجهاز إذن كما سمعنا قال لي video to video conversion termin سأتحويل dossي document في المرة السابقة قال لي 01.MP3 1 sur 5 الآن يقول لي 1 sur 10 أي انضافت خمس ملفات تم تحويلها سأضغط حرف L logo 2 sur 10 قال لي logo .ac بعدما كان MP3 تحول إلى l-ac إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الأول والذي تعرضنا فيه إلى طريقة تحميل البرنامج تثبيته وطريقة التحويل من خلاله إلى أن يلتقي بكم الأخ سعيد العقيل في الجزء الثاني من شرح البرنامج أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر